مرحبا يسعد لي صباحكم كل وقتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم صنية كرات اللحم بالخضر بطريقة كتير سهلة وكتير كتير طيبة وبنصحكم اتجربوها وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل المقادير على الشاشة بتلاقون كمان بصندوق الوصف أول مرحلة بنحتاج لأي صنية متوفرة عنها ومنحط بالصينية حبيت بطاطا كبيرة مقطعها لمكعبات وحبتين كبار بانجان وحبيت بصل مقطعها جوانح وحبتين بنادورة مقطعين مكعبات وحبيت فلفل أحمر وبعدها منضيف رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح ومنضيف كمان ثلاث ملاع اكبار زيت نباتي وبعدها منخلط الخضار كتير منيح ومنوزعه بالصينية ومنحط الخضار على طرف وهلأ منحتاج لـ 300 جرام من اللحم المفروم ومنضيفها اللحمة بصلة صغيرة مبشورة ناعم ومصفة من ميتها ومنضيف كمان ملاعتين كبار بقدونس وبعدها منضيف البهارات وهننا عبارة عن نص ملعقة صغيرة من ملح وفلفل أسود وسبع بهارات وبابريكا ومنخرط كتير منيح وطبعا كمية اللحمة حسب الرغبة اللي بده يكتر هده الشي بيرجع حسب رغبتكن وهلأ هيك اللحمة صارت جاهزة وبعدها منكور اللحم لكورات صغيرة ومنحطهم فوق الخضار بهذا الشكل ومنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وهلأ منحضر الصوس ومنحتاج تقريبا لكوب من الماء ومنضيفها الماء ملعاتين كبار معجون طماطم ومنخلط كتير منيح وبعدها منضيف الصوس للصينية وطبعا أنا ما حطيت ملح بالصوس لأني حطيت ملح بالخضار واللحمة واللي بيحب يضيف ملح للصوس هده الشي بيرجع حسب رغبتكن وبعدها منغطي الصينية بورقة زبدة ونغطيها كمان بالأصدير وهلأ على الفرن ومنحطة بالفرن محمى مسبقا على الرف الأول من تحت على درجة حرارة 240 والنار من تحت بس ومنتركها بالبداية لمدة 30 دقيقة وبعد مرور 30 دقيقة منشيل الأصدير ورق الزبدة ومنتركها بالفرن حتى تتحمل ويكتمل استواءة وطبعا ممكن كمان تحطه فلفل حار حسب الرغبة أنا نسيت أحطه بالبداية فحطيته هلا وهيك صارت جاهزة والريحة بتشاحي القلب ومن زينا بيرشيت بقدونيس وبتتقدم مع خبز أو رز وصحة وألف عافية وهلأ صار لازم ندوء ما شاء الله الطعم رهيب وكتير كتير طيبة وخفيفة والخضار دايبة ووصفة بتاخد العقل وكتير سهلة وبنصحكم تجربوها وكالعادة حبيت أتشكركم على تعليقاتكم الحلوة واختر التعليقات بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عبي تابعني وهلأ هيك خلاص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم ولا تنسوا تبعتولي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام راح أطلقنا حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم في فيديو جديد يلا باي باي